السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم من فضلك يا شيخ انا بحمل وكل ما يحصل حمل البيبي النبض بيقف ويتوفى اتنين النبض وقف في الشهر الثالث واتنين النبض وقف في الشهر السادس عملت اشعاته تحليل والدكتور بيقول مفيش مشاكل صحية ولا عندي ولا عندي جوزي في ناس بتقول لي ممكن يكون عندك مشكلة وعاوزة شيخ تتعالجي عنده هو مشاكل بيعالجه شيخ تتعالجي عنده هل فعلا يكون ده دي المشكلة ارجو الرد وممكن لو سمحت تدعيلي ربنا يفتح عليك ويطمن قلبك ويجعل ويجمع عليك الخيرة من اطرافي ويجعل جسدك الطهر محل لتنزلات الفضل والنعمة والبركة ويوسر لك امرك ويجمع لك ويحقق لك مرادك مع السلامة والعافية والمصافة والراحة يا رب العالمين وشرح الصد الكلام اللي بتقال ده اتكلام مليان اشياء ممكن تفسد الحياة ما لمشايخ بالعلاج مشايخ ما بيعالجوش ما فيش مشايخ ما لهمش اللاعب بالعلاج العلاج معناه استخدام بعض الامور التي تتعلق بالادوية ودي بيتعملوا الاطباء فهم ما بيعالجوش ما بيطببوش مشايخ ما بيطببوش الطب دلوقتي شغلة الاطباء مش شغلة المشايخ شغلة المشايخ ان هما يكلموك عن حياتك وعلاقتها بمولاك سبحانه وتعالى شغلة المشايخ ان هما يدلوك على افضل طريقة عشان انت تبتهجي وتعيشي حياتك في سعادة وفي استقرار وفي اتزان وفي صمود فانا نصحتي الاستمرار في مسألة العلاج ونبتعد تماما عن فكرة المشايخ اللي بيعالجو ليه طيب هو مش القرآن فيه شفاء اه نعم شفاء لي ما في الصدور فقرأي القرآن وتوكلي على الرحمن واعلمي ان الله سبحانه وتعالى لن يمنع عنك عطاء ولا مددا ولا ولن يمنع عليك اي حنان فاستمري مع الله سبحانه وتعالى وانا دعتلك وان شاء الله سبحانه وتعالى استمري على سنة الدعاء افضل ادعي ربنا سبحانه وتعالى ادعي ربنا سبحانه وتعالى في كل سجدة من سجدات صلاتك ان ربنا يمنع عليك وادعي ربنا سبحانه وتعالى في السلس الأخير من الليل ربنا سبحانه وتعالى يوفقك ويفتح عليك انا دعتلك زي ما طلبتي وكملي ان شاء الله في سنة الدعاء وربنا ان شاء الله يفتح عليك